عشرون وحدة في مشروع مدينة سندان للصناعات الخفيفة ستكون متاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذا ما نصت عليه اتفاقية لتمويل تلك الوحدات بين صندوق الرفد وشركة سندان للتطوير اتفقنا مع صندوق الرفد على تخصيص عشرين وحدة موزعة على مستوى القطاعين هذنا بحيث ان تكون فيها دعم صندوق الرفد سيساهم في تمويل الوحدات بنسب ربحية منخفضة والفكرة منها طبعا دعم المشروع وليس الربح ومن طرف سندان بيكون فيه اسعار تفضيلية لهذه الوحدات بيكون فيه تخفيض في السعر لصالح المستفيدين وايضا بيكون فيه يعفاء من الرسوم التي ترتبط فيها الوحدات هذه خلال السنوات الاولى وتلتزم سندان ايضا بالمساهمة في عملية التسويق الاتفاقية تأتي في إطار تحقيق أهداف صندوق الرفد في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ودعم رواد الأعمال في السلطنة بطرق مبتكرة ومدروسة هناك نوعين من في المستهدفة هناك الراغبين في إنشاء مشاريع جديدة من صندوق الرفد وهناك أيضا بعض المشاريع القائمة الموجودة في السوق اللي حاب أن يطور ويدخل طمن مدينة سندان بإذن أيضا راح يمكن يستفيد من الخدمات المقدمة في هذه الاتفاقية وسجلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نموا مستمرا خلال السنوات الماضية حيث بلغ عددها قرابة 30 ألف مؤسسة في مختلف القطاعات الاقتصادية مع السعي لتعزيزها في المرحلة المقبلة التي تركز فيها السلطنة على تحقيق التنويع الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر